جزائري وتهم المستقبل الجميع في البلاد خاصة أن الوضع تعقد والوضع يتجه في تقديرنا إلى التأزيم خاصة أن السلطة لا تزال تصم أدانها حيث لا تسمع لنداءات الحوار مع المحتجين وكثير من الوساطات التي استعملت باءت كلها بالفشل والسلطة متجهة رأسا إلى الاستمرار فيما تسميه التجريب وإستكشاف فقط ولكن في الحقيقة الأمر يتجاوز ذلك أستاذ فيما يخص قضية استغلال الغاز السخري ما هو موقفكم من هذا الموضوع الذي أثار الكثير من الجدل في الجزائر نعم موضوع الغاز السخري هذا موضوع خطير جدا ونعتقد بأن تكلفته الباهدة وتكنولوجيته المعقدة والأموال التي يجب أن تصرف في هذا الاستثمار وهم يتحدثون على 70 مليار دولار والأثار البيئية والصحية الخطيرة والخبراء ليسوا مجمعين على رأيي في هذا الموضوع والموضوع من الناحية السياسية مرفوض من الناحية السياسية مرفوض لأن الوضع لا يحتمل ولأن الشعب قال كلمته ولديه مطلب واحد ووحيد وهو إيقاف المشروع برمته وليس مجرد التجريب بالمناسبة هذه التي تتحدث عنها السلطة وهي تكذب في ذلك عندما تقول نحن في مرحلة التجريب والدراسة فقط الشركة الفرنسية التي هي موجودة على أرض الواقع والتي تحتل مساحة تكبر مساحة بلدين عربيين تقول بأننا في مرحلة